يوم التمويل كلمة دي لا ما فيه تمويل عن تمويل يفرق التمويل اللي احنا بنتكلم عليه في كوب 27 حاجة تانية خالص خلونا نتكلم ونرحب أولا بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور محمد كيلاني واستاذ الاقتصاد والاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أهلا أهلا يا دكتور أهلا بك إزاي الصحة كله تمام إيه علاقة الاقتصاد بالمناخ ويوم التمويل ده يعمل ايه أولا مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين وإحنا بنمر بيعني ظروف اقتصادية فيه تغيرات جيوسية حول العالم الخريطة الاقتصادية الدولية بدأت منذ وقت ليس بالبعيد إنها تاخذ منحة آخر وبالتالي أنت بتركز على ثلاث حاجات مهمين جدا أو أي اقتصاد حاليا في أي دولة لازم يشتغل على ثلاث حاجات أولا لازم الاقتصاد يكون أكثر صلابة يكون اقتصاد أكثر مرونة اقتصاد يحقق ما يسمى بيئة التنفسية العالمية دول المبادئ الأسئلة اللي احنا هنبدأ بيهم فانت محتاج إنك انت يكون عندك في مخصصات المالية أو الموازنة العامة للدولة حاجتين مهمين جدا محتاج حاجة تديك كيمة مضافة في الموازنة العامة دي أولا الحاجة التانية إنها تعملك وزن نسبي أو قفزة كبيرة في المؤشرات المالية فالاقتصاد ده علم وقبل أن يكون علم فهو ده القاطرة اللي بتجر أي دولة حول العالم وتنهض بيها المناخ ده زي ما بنقول كده دي أساسيات من الأساسيات اللي بيقوم عليها الاقتصاد لأنه بشكله بآخر لو لم يكن هناك مناخ يعني معتدل ويكون فيه نوع من الحياد وفيه اعتدال مش هيحصل فيه اقتصاد مش هيحصل فيه زراعة مش هيحصل فيه توسع وقفك ورأس فيه بعض المشروعات الاستراتيجية اللي الدولة بتقوم عليها مش هيحصل فيه إنك أنت يكون عندك قفزة فيه معدل الصدرات وتخفيض لمعدل الوردات فأنا أعتقد إن العلاقة مش عكسية لا العلاقة طردية بين المناخ وبين الاقتصاد كلما يكون هناك مناخ أكثر جاذبية مناخ أكثر اعتدال علاوة على إنه مناخ يتسم مع الأنشطة الاقتصادية اللي الدولة بتقوم بيها لانك انت النهاردة بتحط الاستراتيجيات الاقتصادية وخاصة مصر النهاردة عندنا استراتيجيات في الاقتصاد لم تكن موضوعا من قبل وخلينا اقول لحقاك معلومة مهمة جدا الادابيات والمدارس القديمة في تناول علم الاقتصاد في مصر النهاردة بتتغير في اساسيات النهاردة بدأت تتبلور في الحياة فالنهاردة انت اول حاجة محتاج تشتغل عليها انك انت يكون عندك تخفيف من حدة تعملك موازنة شوية في الاقتصاد طيب بعد ما تعمل مرحلة التخفيف تخشها لمرحلة التكيف ان انت بدأت تتكيف مع المناخ العالمي في اطار انك انت تعمل تقدم اوفك ورأسي في بعض المشروعات اللي الدولة بتقوم بيه فانا اعتقد انه في متلازمة كبيرة جدا بين المناخ وبين الاقتصاد على اعتبار انك انت النهاردة بدأت تخش في المراحل الجديد النهاردة بنسمع صد اخضر بنسمع تحول اخضر بنسمع انشطة اقتصادية متناسبة مع التغير في المناخ بنسمع حاجة مهمة جدا ممكناش منشوفها قبل كده احنا دائما بنسمع انه الانسان مع الارض تمام دي بنسمع ان الان الانسان هو اللي بيقوم ببعض المشروعات على الارض فده اثر صحيا من خلال الانشطة ان الانسان قام بيها دول الصناعية تكرت مجموعة من الصناعات اثرت بيها بشكل كبير جدا على المناخ لكن النهاردة في كوب 27 للدولة المصرية هي رئاسته النهاردة انت بتحط المفاهيم جديدة كيف يمكن للانسان ان يستغل الادوات في البيئة وفي الارض على ان تكون هذه الادوات اكثر صحيا بالنسبة له اكثر تقدما في الاقتصاد اكثر احرازا لمعدل التنفسيين لانا تناولتهم في البداية انك انت عايز تعمل اقتصاد مرن اقتصاد اكثر صلابة اقتصاد اكثر تنفسية فانا اعتقد ان فيه متلازمة كبيرة جدا بيننا اللفظية طيب الى اي مدى مصر بدأت تصبح اكثر تنفسية او الى اي مدى تصل مصر الى تنفسيات هي مع دول جوار او دول الاقليم في مسألة جذب الاستثمارات وتحديدا استثمارات صديقة للبيئة باختصار شديد جدا منذ عام 2015 وبداية وابع الاستراتيجية المصرية فيه كل المناحي فيه استراتيجية تنمية المستدامة العشرين تلاتين فيه استراتيجية على فكرة قبل كوب 27 مصر حتى استراتيجية لتغير المناخ ايضا يعني قبل الكلام ده بكتير جدا ومصر حطت قطاعات صديقة للبيئة بدأت تحدث في كل مناحي الحياة الاقتصادية في مصر النهاردة انت بتعمل خضرانة للاقتصاد معنى خضرانة الاقتصاد انك انت النهاردة بدأت تكسر الهياكل الاقتصادية القديمة اللي ما بقتش تتماشى مع الواقع الاقتصاد الحالي فالنهاردة انت بدأت تشتغل على استراتيجيات معنى استراتيجية يا سيد يوسف بالمفهوم البلد انك انت مستحيل انك انت تحجب اشعة الشمس بالغربال مش احنا دي حاجة معروفة فالنهاردة انت بدأت تشتغل على استراتيجيات المرأة تشغالة في استراتيجية 2050 فده استراتيجية معناها ان انت عندك ايه عايز تحقق مستهدف ايه ايه المتوافر معاك عايز في 20-30 توصل لرقم ايه كمعدل نمو كمعدل صدرات كمعدل ليه متوازن في ميزان المدفوعات فدي كلها استراتيجية مصر حتى فاعتقد انه كل الكتاعات الاقتصادية اللي مصر اشتغلت عليها في مجال الطاقة المتجددة طاقة الرياح نهاردة عندك فقط كبير جدا في الغاز الطبيعي وبدأت تبدأ مرحلة تصدير خارج مصر كل الاليات في الزكاة الاصطناعي مربوطة على فكرة بالتغير المناخ فانت النهاردة بدأت تبص على قطاعات مكادش موجودة عندك دي بتعملك وزن نسبي في الموازن حلو انا هستأذنك هروح لفاصل قسار جدا هرجع نتكلم على هذه القطاعات اللي بقيت ببص عليها ولا انا كنت متنسيها او متجاهلة او حتى مش واخب لي منها قبل كده فاصل ونكمل الكلام مع دكتور محمد كلاني استنونا بعد اذنكم طيب خلوني اولا وبالتزامن مع تجديد ترحيب بدكتور محمد كلاني بس اقولك الحاجة مهمة جدا حقك ان تعرفها باعتبارك مواطن مصري محضر الصفارة المصرية يا سادة كرام لا تسكت الخارجية المصرية لا تصم الاذان ولا تضع او يعني تغمض العيون الصفارة المصرية في اتينا بتكثف وبتتواصل في استمرارية اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية ليه لتسهيل واستثناء اهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية واللي غير قدام السواحل اليونانية الاسبوع اللي فات بقولك ده في اطار المستجدات اللي انت لازم تبقى عارف بنعمل كده لي مصر بتعمل كده لي بمنتهى البساطة عشان حضرتك مصري لازم الاهالي يتمكنوا دي رؤية الخارجية والسفارة المصرية يتمكنوا من سرعة اجراء تحليل الدي ان اي واللي طلبت به السلطات اليونانية ليه علشان يقدروا يعملوا المطابقة مع الجثمين والتعرف على الجثمين رحمة الله عليهم جميعا اهالي الضحايا يقدروا يروحوا ويتوجهوا اعتبارا من بكرة الصبح بعد اذنكم بكرة الصبح مصلحة الطب الشارعي بالسيدة زينب علشان تحليل الدي ان اي والمصلحة هتبدأ او مصلحة الطب الشارعي هتبدأ تراجع مع السفارة او ترسل السفارة المصرية في اتينا كافة النتائج تباعا فور الاعتماد رحمة الله عليهم جميعا نعزي انفسنا في النهاية اهلنا وجدد ترحيب مرة كمان بدكتور محمد كيلاني حضرتك قلتلي من باب المفاضلة ونظر نضيق الوقت خليني نتكلم على التمويل فهو حدث الاحداث هذا اليوم التمويل هو كلمة سر في نجاح اي قمة واعتقد ان كلمة سيد الرئيس السيسي كانت مركزة جدا وتعرضت لهذا الامر وكلمة سيد وزير المالية النهاردة ورئيس مجلس الوزراء خلينا نقول ان التمويل تلات حاجات اول حاجة فيه تمويل مباشر وده هيقع على الدول الاصطناعية او الدول المتقدمة واللي تسببت فيه انبعاثات سان اكسيد الكربون بشكل كبير بنسب بتصل الى 65% وتراجعت عن انها تصل بالمعدة للمناطق الخضراء الى 35% وده اللي تفق عليه فيه اتفاق باريس وكمة جلاسكو خلينا نقول انه ده الاتفاق المباشر ان الدول الاصطناعية تتحمل مسألة الاضرار المناخية في القارة الافريقية او في كل الدول المتضررة بشكل كبير انا اعتقد ان رئيس السنغال قدرها برقم ومحترم 200 مليار دولار وده رقم يعني اعتقد انه مناسب جدا سنوي سنوي طبعا فده تمويل مباشر طيب ممكن دول تقولك انا عندي ازمات وعندي ضربات في المخصصات المالية فانعمل ايه في الحالة دي باعتبار ان الدول الاصطناعية هي مالكة للمؤسسات المالية الضخمة وهي شريكة بنسب كبيرة جدا في المخصصات المالية للمؤسسات المالية فالنهارده الدول الافرقية في 23 دولة افرقية عليها حجم ديون للمؤسسات المالية فانت النهارده بتعمل دعم غير مباشر انك انت بتسقط هذه الديون كمبادلة مع قضاية غير المناخ فانا اعتقد ان ده الاطار التمويل التاني انك انت تسقط الديون عن الدول الفقيرة واللي عليها ديون للمؤسسات المالية في سبيل انهم يحصل عندهم رواج وسيولة بدل ما يدفع الدين وخدمة الدين وفوائد الكروض لا انا اعمل فيها مشروعات خضراء وتقدر ان انت كجهات رقبية وكمنظم للمؤتمرات دي في كل دول العالم تراكب علي هذه الدول هل هي فعلا عملت الاستخدام الامسل الاستخدام الامسل ولا لا حسنت من الموارد المالية ولا لا تالت حاجة والمهمة جدا ان الدول المتقدمة تعمل مشروعات خضراء في الدول الفقيرة لا فضل لسه دقيقة فبالتالي دول ثلاثة اطر مهمين جدا لمسألة التمويل وانا اعتقد ان انجاح اي كمة هي ان احنا نصل الى اتفاق تنفيذي ملزم وملزم هو الالزامية ان احنا النهاردة ننفس وانا اعتقد النهاردة حجم الاتفيات اللي يعني مصر النهاردة وقعتها مع نرويج ومع بعض الدول اعتقد انها قدت صادق بيت جدا لدول العالم وغيرت فلسفة كمم المناخ حول العالم يعني انا كنا قبل القمة على طول بنقول نحن نتوقع ان تكون دي قمة التنفيذ انا من عرض اقدر اقول ايوة بقينا قمة التنفيذ اكيد وكمة الامارات اللي جاية هتشوف حضرتك ان احنا هنراجع المكتسبات اللي تحققت من كمة المناخ هتبع قمة متابعة اليات التنفيذ بالضبط الله ده ده مصر السباقة دكتور نورتنا وشرفتنا ونتمنى ان احنا نتقابل كتير بعد كده ده شيء مهم بالنسبة لنا ويشرفنا ويفيدنا جدا كل شكر لحضرتك دكتور محمد كيلاني استاد الاقتصاد والاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي خلصت الحلقة لحد كده سوان يكون مع وجود معنا زميلنا العزيز كريم رمزي دخل في المعاد هو يا كيمو وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر هنقابلكو تاني ان شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة